اذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو 7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم ولن تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5% السلام عليكم ورحمة الله بركاته ونرى بسرعة جديدة مع كل يوم بمقطع جديد من السلسل الطريقة العالمية لا تنسوا ليك بالبداية والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين اليوم يا جماعة في خطة جديدة ببالي وهي انه تنتاجر نوعا ما مقرنت اني ادخل شوي بموضوع التجارة ولكن طبعا بناء على لا خبرة ولا بناء على شي هيك غباء وخلص اذا زبطت معي رح اكسب كوين ما زبطت رح اخسر وايضا في باكش هيرو يا جماعة نزل من اي اي يعني نزلوا باك في فافا ان شاء الله انه يارب يطلعنا لعب هالمرة لان المرة ماضي شفتم ينطلعي ففي عندك جينولا عندك دي نتالي كوردوبا بيلي في كزا لعب الصراحة عليهم الكلام منقول ان شاء الله انه يطلعنا لحدا المهم بدا نوصل المقطع هذا لايكات عالية انا ما كان بيودي ولكن بالبث المباشر طبعا بالمناسبة بعمل بسوط عنون لايف سابق بالدسكريبشن الناس كلها قلت يعمل باك الهيرو ولا انا ما كنت بتحمس للفكرة اصلا فراح تشوفوا من طلعنا واشتركوا بقناة اذا ما اشتركتوا وخلونا نبدأ طيب بسم الله عملنا تقريبا خمس تحديات او اكتر شوية من تحديات لدريبلينج زائد 82 في كتير لعيبة لدريبل عندهم فوق 82 خاصة المراكز لهجومية ست باكيجات حتى مو خمسة فمنقول يا رب يا كريم يطلعنا للاعب عليه الكلام باذن الله لاعب من هالست باكيجات يلعب اساسي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي اول باك يا جماعة الخير ارجوكن مين هاد عوار يطلعنا للاعب عليه الكلام حتى شاشات ما فيه ما ام يطلالي شاشات بيبي تفضل يا رب يا كريم يا رب وقوت يا رب يا كريم ارجنتيني استي ولدنا اوكي اقويرو ويلكم حلو وقوت يا جماعة الحمدلله يعني ها فيه تحسن اقويرو ما بيطلع الا بالتحدي لدريبلل الباصات عنده فوق 82 ولا السرعة ماشي اوه اوه خلاص الله اله الله حل عني يا موني ايين حل عني اقلمه كمان موني ايين طيب اخر باك يعني يطلعنا باق اقويرو ما منمانع بالريت زيادة حتى شاشات ما عم يطلع لي من هاد صليتانو مكرر اوه ماي جاد جينولا حتى هون لا اله الا الله خلاص يا جينولا خلاص ارجوك يا اخي انا ما ليفهم عن جينولا يعني شو محور كمان عم يلعب عرضي عن القام الخلفي عرضي عن القام الخلفي عرضي الدخل المرمى يبحث عن مرمى يا شباب يرحم ابوكم تجلوه يا شباب يا ربي من العارضة يا ربي من العارضة بس بينية تكسر الخط الخلفي تدخل وقطع الكرة في وقت حاسم لايك الغباء لايك الغباء لايك الغباء لايك الغباء راحت الى بامبا كرة بينية بيطر فيها خط الدفاع يا ربا على تصدى يتدخل ويتصدى لهذه الكرة ماركي حط شكرا يا ربا احصائيات المباراة توضح لك لماذا هذه الجماهير محبطة ببساطة الفريق لا يحاول بشكل كافي ولا يظهر حتنا بالصورة جيدة في ارضية الملحب بحاجة الى ان يلعب كرة اسرع الى ان يخلق فرص اكثر وحاولت هدف تقل عيني النينو عيني عطي عطي سوق صار له زمان توريس ما سجل ما الله يسترجين الله لتمريراتي كانتي الله على النظرة كرة بين يفيع خطورة يا وحش يا بامبا يا وحش يعيني عليك فرصة قد تشكل خطورة لكن الفرصة لا يسجل اول مباراة بتكون هيك جينولا بيلعب ضد وما بيسجل ولا هو اللي حط له الجول الاول لا يسق ليسجله يفوق ليفوق 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 لوين وقفت يا بامبا هاي مشكلة اني مهجم حكيمي هاي مشكلة فرصة هدف لان اوه مايجوعد الحمدلله حركت صح الحمدلله تمريرات كثيرة محاولات ليجاد تغرب في دفاعات الخصم هجوم على نار هادية لان نينو يا عيني يا عيني النينو ليه هم يعمل سكيب ليه ليه بدي اعمل سوب اطلع اطلع يا السلام يا السلام يلا سبعة واحد ممتاز ممتاز هل لعب يا السيبي 22 سرعة والله حلو الطاقاته وبنده اوكي شوف ازا بدك تعمل هاد اللاعب بيعطوك هاد الحارس معوه والاربي هادا استنى بس لنشوف الطاقاتهنا الداخلية لللاعبين هدول ايوه لايكو هاي اول واحد سبرينت سبيت 87 بس انا عطول 181 ايك باسات الظاهير اللاعب يا الباسات الشورت باس 90 والدفاع 88 يا ساتر ايه هادا ظهير عليلك انام صراحة وهذا الظاهير بيشوفك مع نيريس اصلا والله بيستاهله صراحة الظاهير مع نيريس يا جماعة رح يكون قوة طاربة جدا بس المشكلة الظاهير بديك تشوفه مع مدافع هولندي بشان ياخد عشرة نزلوا لعيبة مهام يا جماعة للدوري البرتغالي يعني نزل رافا جراح يمين نزل كذا لعب صراحة جيد ولكن طبعا لعيبة الدوري الهولندي الصراحة افضل منه على الطاقات لعيبة الدوري الهولندي الظاهير ليمين ده خرافي وعندك نيريس بس انه هدول تقريبا بالمهام يعني وهذا الشي جيد طيب شوفوا يا جماعة طبعا بعد ما اشتريت اللي هو لويس البرتو بعت النسخ يا جماعة وغلي غلي شاري نسخة ب 17500 كل واحدة بعتها ب 22000 وحسبوا المكسب عاد حسبوا كسبان طريبا حوالي 80000 فهذا الشي كان جدا ممتاز الصراحة وتجارة ناشحة لانه عارفان انا رح ينزلوا بكيج آيكون مرة ثانية ويغلل الانفورمات فهذا كان شي جيد ولكن هذا للأسف اشتريته على الأساس يغلل ويعني واضح انه ما غلي لغاية الان ليش؟ ما بعرف ممكن بلش يغلل شوية على كل حال كانت تجارة موفقة انا وعما ولكن بنفس الوقت الاسعار نزلت وكأنني ما كسبت شيء ما عليكم انا عملكم تجارة عندي هاي تشكيلة تبع الدوري الهولندي تحديات ومشانا نخلص لعيبة الدوري الهولندي وهذا الظهير هو اهم شيء طاقاته جدا خرافية وبيشبك مع نيريس وأوبندا كمان سوبر سب الأرض بحارس ما بظل انه رح يستخدنه وهذا السيبي كمان عليه الكلام صراحة المهم صار معنا 400000 بالوقت الحالي ولكن ما انا عرفان شو ساوي يعني هاي تشكيلة تبع التحديات الدوري الهولندي خلصت منها شوية وان شاء الله رح خلصهم يعني سكوابتل لانه هي بالنهاية فالمفروض انها يعني شوية سهلة بس كورونا غلية جماعة شاريب 40 الان سعروا 65 فهي تجارة يعني طبعا انا ما اصدق اني اشتري مشان يغلق اشاري مشان يلعب اساسي فغلي يعني عوضت خسارتي هون بمكسبي هون بالنهاية ما عليك اسبع شي وما عليك اسبع شي لي جواز سكوابتل ما بعرف اصلا شو اصلا انا بس كوابتل بس باك خمستاشر الف وخمسة الاف كوينز يا سلام يا الدلع يا سلام هات لنشوف طيب عنا هدول الباكين من جواز سكوابتل وطبعا باك المعينة يفاتحه لاحدة يسأل الجماعة عن باك المعينة كله 7500 تعرف هذا الباك مثل اسباني لاحدة يسأل عنه رجاء لانه فانيين باك ما عفل ولا برح يطل في شي طيب نفتح باك الخمستاشر الف يا رب يا كريم بسم الله يا رب يا كريم اسباني ما لا مو اسباني هذا حاقد يا جماعة لما لعبوا ضدنا اسبانيول حاقد رح يسجل علينا كان ما بعرف شلوم نفدنا بالنهاية والله حاقد كان فعلا فتحنا يلا بسم الله بسم الله يا ربي لا بيسوا يا ربي يا كريم لا بيسوا فرازيلي اردابليو لا مونيريس انتوني انتوني غالي صح ايه ايه مهام الدولي هولندي سعره شوي غالي مفروض هدول يا جماعة اي شيء طلعلي من الجوائز لعب دوري انجليزي وفرهم لهذا التحدي في تحديات تبع الايكون بترمي تشكيلة برونزية بيعطيك لعبين ذهبين عميل معه مكسب ما له سيء صراحة طيب عملنا اربع باكات من الترقيات تعتبر هاي بس انه ما رمينا في لعب دهبين بركة ان شاء الله بيطلعنا شيء في يامن بسم الله وقاف ايوه والله وقاط والالماني كروس حلو والله والله ممتاز والله ممتاز وقاك من باكات ترقية و88 ريت يا عيني الريتات والله مفيدة جدا ولكمية كروس دايما لما بيطالي الماني كروس ليش ما بيجي نشتيجل مثلا يا سلام من باك ترقية جماعة معفن اصلا لك لعب ايمتو 30 ألف ينباع الباك هذا الباك هذا الباك بينباع ب специحة فشك كروس لا فأل nossa الباك ، الأمر باك إنه قادم من بالتباع சم في التباع التباع من هذا الباك هذا المصبب حسباليا روح يا رب يا رب البرك كاذب أنا أريد؟ الطريقة هل كapanة بعد تشوف الباكات تنباع هي اه نايس ازا هيك شاشات وين يا شباب بعطوني شي اسوا يا رب اخر باك يا جماعة يعني شاشات على الاقل شباب بالله عليكم شاشات والله هياخذ امة الشغلة حلوا عني حلوا عني الاسبان والله تشكيل حلوة صراحة رحخلي توريس بهاي المباراة حق التجارب النادي عندي عرفت راحة الكورمين كانتي فرناندو توريس وحاولت هدف تقدم كورمين توريس والله العظيم انه متخازل يا جماعة خيسوس كورونا فرصة هدف هذه اللحظات او ماي جود او ماي جود لا اله الا الله ليه تخربانه مية بالمية فيه فيه شي فيه شي فرناندو توريس لوزانو ترجع عن توريس يلا او ماي جود شاط لهوا يلا 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 الحمد لله على السلامة ايوه هيك ايوه ايوه واحد بيراغ الحارس بشوطة على الجمهور تحس واحد تسبه هيك من جماعين قال له والله شوطة فيك ما ما اما في اما في رهيب يا جماعة والله جدا رهيب هذا اذا تطور لسه ما بالك بحث وحك تقديس لانشاهدة من جانب الفريق الويب حول زيادة الضغط في اللحظات القادمة يلا انها فرطة لا لان سيغف开 في الجمال 700 رياض محرز دون روما وحش الوحوش صح احيانا بيجي مباراة بتحسوا اغبة حارس بالعالم بس والله دائما يعني هيك بيشيلها تبريرة ذكية رؤية ممتازة او مي جود نايس 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 يجب على الفريق ان يشكر العارض على تدخلها وملعيها لهذا الهداف فرصة يوضع الكرع في الشباب حرم يا الله حرم عليك شو بتضياء وات حلوة والله حبيت اخدت عادة انت انا بعرف والكر باصاته اصلا غبية كيف وصل الى دنبلي قبل شوي بهالطريقة ما بعرف يعمه أو由 спокой النزل باكيج بيعطيك لعب هيرو كالصرة راح نعمل باكيج الهيرو للمرة التاني طب عملنا المرة الاولى وطلع لي كوهلير. ورجعت رميته بتحدي. يا رب ما يطلع لي هالمرة. يا رب. طبعا يعني يعطونا باكيجات كمان. ممكن من هاي باكيجات يجينا شيء كمان لا تستغرب يعني. فمنقول يا رب طبعا في تحدي نيريس بيستاهل وبيقوة. وفي لعبة الدور الهولندي اللي نزلوا الصراحة كلهم بيشبكم على نيريس. ولكن نيريس لسه بقيله شهرين يعني يعني راحتنا بندر انه نعمله. ولكن غالبا اني راح اعمله بإذن الله نيريس بساطة وحلوة لدرب الحلو خمس نجوم مهارات. جناح يمين بيشوط باليسار. في كتير مميزات صراحة هذا اللاعب. فخلينا نبدأ بباكي الهيرو. وطبعا بعد الفوت عاد من الجوائز شو ممكن انه يجينا. ساعتا منشوف اذا بدأ نعمل نيريس او لا. نقول بسم الله. طيب هذا التحدي الاول. رامي في كل اللاعبة من النادي. ما دفعت ولا كوينز وهي فائدة الريتات يعني الحمد لله. يعطيناك باكي بيعطيك لعب ملمة. تحس ان عم يتصدقوا عليك مثلا ولا شي. ايش في يا رجل. ما بتقدر هيك على الحد. طيب هذا التحدي الثاني. وتحية للحكومة كريم بن زيمة. على خدماته المطولة معنا. ولكن خربوا بعد التحديث. شكرا جزيلا. غالبا راح ينزلوا لعب الشهر كمان يعني. ولكن الريت واحدة وتسعين جدا نفعني صراحة يعني. وبنفس الوقت انا ما صرفت عليه بوقتها يعني. التشكيلة. وبيبقى لنا التحدي الاخير. طبعا انا ليلة ما لي صرف كوينز وهذا الشي جدا ممتاز. فان شاء الله ما نضطر ندفع على التحدي ونكون كملنا التحدي ببلاش. اي شي يا رجل افتاح. المهم يجينا شي. ياهو. خلصنا بكيج الهيرو. ان شاء الله لاعب ينلعب فيه. ان شاء الله لاعب ينلعب فيه. المرة الماضي بالمرة الحص كان سيئ. بباك الهيرو. طبعا اللعبة كان ممكن يعمل فيه تحدي نيرس. ولكن انا حابب اني جازة في المتعب المخاطرة. ولكن ان شاء الله يجينا شي بازن الله. يا رب يا كريم يا رب لعب أو يا رب لعب ينلعب اساسي بازن الله ما تروح للاعب على الفاضي. بسم الله. يا رب يا كريم جنسية ويا رب. ما معرف يعني شو قول. طراحة. كل مرة بصرف لعب تي على الفاضي. يعني اتقل منه ما فيه. ما بيلعب فيه. احسن من كوهلير. ولكن ما بيلعب اساسي يعني. شكرا لكم متابعة المقطع. يا كنيدروا ان نوصل لنهاية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ازا ما كنتم اشتركين. اه صراحة. لا باكات الايكون ولا باكات الهيرو. حتى غالبا ازا نزل باك ايكون كمان. ما ظن انه رح عمله. يعني صراحة شي سيء. يعني كان عملت نيرس هلأ. وضمنان لاعب اسطوري. ولكن لا رحلنا خاطرنا وعملنا باك الهيرو. وبلعنا كف بالنهاية. المهم لا تنسوا اللايك بالنهاية والاشتراك بالقناة. اه مستوانا اسطوري. وان شاء الله منكمل بالفوت. اه تكبير حلوة. شكرا لكم متابعة. بس ادريكا عندي وان شكرا لكم متابعة.